في أحلة تطور للوضع الميداني ومع استمرار المعارك العنيفة وتصعيد روسيا من هجماته على مرافق البنية التحتية في أوكرانيا أعلنت السلطات الأوكرانية تعرض العاصمة كييف لقصف صاروخي روسي خلف جريحين على الأقل وخسائر مادية مسؤولون أوكرانيون أوضحوا أن الهجوم الصاروخي أسفر عن اندلاع حرائق والتسبب بأضرار بالبنية التحتية للعاصمة فيما لم ترد معلومات عن وقوع قتله إلى ذلك قالت السلطات المحلية أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير أكثر من عشرة صواريخ كروز ونحو عشرة صواريخ باليستية بدوري قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن أضراراً لحقت بأجزاء من وحدة الغلايات بمحطة مياه وبمدخل محطة مترو يتم استخدامها أيضاً كملجأ لكنه أشار إلى أن المحطة لا تزال في الخدمة الهجوم الروسي جاء بعد يوم من شن أوكرانيا إحدى أكبر هجماتها بالطائرات المسيرة على روسيا منذ اندلاع الحرب مستهدفة البنية التحتية الحيوية فيما قالت روسيا إنها قصفت مدينة خاركيف الأوكرانية ما أدى لوقوع إصابات وخسائر مادية وكثف البلدان المتحاربان في الآوينة الأخيرة من هجماتهما المتبادلة ما أسفر عن مقوع ضحايا مدنيين وأضرار في مرافق البنية التحتية العسكرية وقطاع الطاقة ترجمة نانسي قنقر